سعادة الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بأنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء تم رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج إلى 4257 سريرا يبلغ الإشغال منها 3218 سريرا ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي إلى 5489 سريرا يبلغ الإشغال منها 533 سريرا فقط مؤكدة بأن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 وذلك للتعامل بكفاءة ومرونة عاليتين مع كافة المستجدات وفق كل مرحلة من مراحل انتشار الفيروس بما فيها تعزيز زيادة الطاقة الاستيعابية عند الحاجة وقالت سعادة وزيرة الصحة بأن الجهود الوطنية التي يقوم بها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النيب الأول رئيس مجلس الوزراء تضع نصب عينها مصلحة وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى في مواجهة هذا الفيروس وأن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا وكافة الجهات ذات العلاقة يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتعزيز الصحة العامة ومكافحة الفيروس وأن كافة ما يتم العمل عليه من مسارات يتم إخضاعها للمراجعة الدورية وهناك مرونة في تغيير الخطط وفق المستجدات التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا وأنوهت سعادة الوزيرة بضرورة استشعار كافة المواطنين والمقيمين أهمية القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة وأنعكساتها الإيجابية عليهم وضرورة الالتزام بها من قبل الجميع لتخفيف العبء عن الفرق العاملة في الصفوف الأمامية من كافة الجهات بما فيها الطواقم الطبية كي لا تتفاقم الحالات القائمة ويزيد انتشار الفيروس بين أوساط المجتمع وأشارت الصالح إلى أن الحالات التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتساهلت بخطورة فيروس كورونا تسببت في نقل العدوى إلى زملائها في العمل وأسرها وامتدادها لمخالطي مخالطيها داعية الجميع لتحمل المسؤولية المجتمعية والشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع ليكون حائط صد مدافع يرفض جهود الصفوف الأمامية بالتزامه بالتعليمات الصادرة عن الجهة الرسمية وأخذها على محمل الجد والخروج للضرورات فقط حسب التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر